اذا نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الامارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها تسريب صوتي يظهر ضعف شبكة فيسبوك الداخلية انتشر على مواقع التقنية الامريكية الكبرى تسريب صوتي منسوب لرئيس امن المعلومات في شركة فيسبوك وهو يتحدث لمسؤوليه داخل الشركة وصفا شبكة المعلومات الداخلية لفيسبوك بانها مثل شبكة لحرم جامعي من حيث مستوى امن المعلومات المطبق بها الذي لا يتناسب مع حجم وحساسية البيانات الموجودة فيها نطالع من صحيفة الغد الاردنية اكتشاف حفرة غامضة في الحاجز المرجاني العظيم اكتشف علماء حفرة زرقاء ضخمة في الحاجز المرجاني العظيم بعدما تحدث عنها جيولوجيون في وقت سابق وتقع الحفرة الزرقاء على بعد مئتي كيلو متر من جزيرة ديدريم قبلة ساحل شمال شرقي استراليا اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية ناسا تطلب اقتراح اسماء جذابة لصخرة سيتم استكشافها قريبا اعلنت ناسا عن رغبتها في الحصول على مساعدة من العامة في اختيار اسم لصخرة كبيرة تم تحديدها من قبل العلماء وسيتم تحديلها خلال مهمة فلاي باي اذ تحلق المركبة الفضائية نيو هورايزونز على مسافة ابعد من النظام الشمسي نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة